استنادا على ما وصفه محللون وخبراء مستقلون بالإضافة إلى مسؤولين أمريكيين معلومات استخباراتية مغلوطة قيمت الولايات المتحدة الأمريكية عدد المقاتلين المنسوبين لتنظيم الدولة في ليبيا بين خمسة آلاف وستة آلاف وخمسمائة مقاتل صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية ذكرت في تقرير لها بأن مسؤولين وخبراء أمريكيين أكدوا أن تقييم بلادهم لحجم تنظيم الدولة في ليبيا خاطئ وأن العدد الحقيقي لمنتسب التنظيم في ليبيا لا يتجاوز ألفي مقاتل بحسب تقرير أممي صدر في ديسمبر الماضي كلاوديا جازيني المحللة لدى مجموعة الأزمات الدولية أفادت بأن عدد مقاتل التنظيم في ليبيا أقل مما يرواج له وقالت أيضا شهادات نازحين من سيرت أثبتت وجود بضع مئات من منتسب تنظيم الدولة في المدينة وليس الآلاف الاندفاع نحو عمل عسكري في ليبيا سيكون له نتائج قصيرة المدى وربما عكسية كما أن مساعدة مجموعة مسلحة دون أخرى في ليبيا قبل تشكيل حكومة أو جيش نظامي قد يزيد من حدة الصراع بين الليبيين من جانبه قال فريديري كويري المحلل في كارنيجي للسلام العالمي إن بعض الأطراف الليبية لديها مصالح في تهويل حجم خطر تنظيم الدولة في بلادهم موظفا التنظيم في ليبيا لم يستطح حتى الآن اختراق النسيج الاجتماعي الليبي وعي مساعدة عسكرية يجب أن ترتبط بالحوار السياسي بوضع شرط دعم حكومة وفاق وطني كما يجب أن تكون الرؤية الغربية معتمدة على توحيد راية الأطراف الليبية بدل تقسيمها وفي الوقت الذي تحذر فيه الولايات المتحدة لعمل عسكري كبير في ليبيا بحسب تصريحات مسؤولها على ظوء تقارير استخباراتية يرها محللون خطئة يدعو خبراء آخرون إلى تركز مام محاربة من ينسبون أنفسهم لتنظيم الدولة في ليبيا للليبيين أنفسهم واكتفاء القوى الدولية بتقديم الدعم اللوجستي فقط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر